وصفة الروبيان المألي لكريسبي وصفة كتير طيبة كل واحد بقدمها بطريقة وانا تتبيلتي سهلة وبسيطة وطريقة تحضيرها ما بتاخد منها وقت لما يكون الروبيان طازة وفرش فيكونوا تجهزوها بهيدي الخلطة والتلجوهن عملتم بالبقصومات هيدا الابيض اللي بيكون الناشف لكريسبي وعملتم بالطحين وعملت معاهم صالصة التارتار كتير طيبة مع الاكل المألي الاكل البحري او لتجاج المألي وعملنا كمان صنية ربيان مع الرز مع الفلايفلة وقدمت عجمبون الدقوس وصفات سهلة وبسيطة بتقدموك اطبار رئيسية بمناسباتكم وجمعاتكم او غدا العيلة الروبيان عندي انا غسلتم بالطحين والخل والملح ونشفتو كتير كويس وحطيتو بجات عندي كوب من الطحين ضفت عليه معلقة الطعام من النشا وانينة كبيرة من البريه الميت السودا معلقة كبيرة من صلصة المستردة فيكنو تحطوا عصير ليمون لو بتكن شطة سائلة ملح بس انا ما بحب ضيف عصير ليمون عشان اضل هيك الخلطة كريسبي معلقة صغيرة توم بودرة معلقة الطعام من ابهارات الربيان من مجموعة ابهاراتي لكل كيلو ربيان جربوا بهارات الربيان عندي كتير طيبة باش هادة كل اللي تجربوهن من منتجاتي خلطون كتير منيحة انا بحب بعد ما اخلطون صفيون بعد ما صفيت الخلطة مع البهارات الطحين النشا البريم والبهارات والسلصة المستردة والشطة السائلة حطيتو عالربيان فيكنو تخلوهن قبل ست ساعات او قبل ليلي بالتلاجة عندي كوبين من اللطحين ضفت عليهم معلقة نشا ضفت عليهم شوي توم بودر وحطيت عليهم نص معلقة طعام بهارات ربيان وشوي شطة مجروشة وبابركة معلقة صغيرة وملح وهيدي الخلطة اذا انتو بتكن تعملوهم بالطحين وهيدا البقسمات التانية اللي انا كمان استخدمتو كتير طيب معاهم هلا فيكنو تشيلوهم وتحطوهم بالطحين ترجعو تحطوهم بالخلطة وتحطوهم بالطحين راح يطلعوا معاكن مثل اللجاج الكريسبي كتير طيبين انا عملتهم على مرتين بس الولاد عندي طلبوا انهم يكونوا بالبقسمات هيدا الابيض بحبوها كمان بهيدا الطريقة بهيدا البقسمات اكتر هيك كريسبي فانا حبيت صوركن الخطوتين تكن تعملوهم بهيدا البقسمات او بالطحين مع النشا كمان كتير طيب مع شوي تبهارات وبتجهزوهم بهيدا الطريقة او الخلطة ما فيها بيض ولا فيها خل ولا عصير ليمون ولا اضافات كتير زيت سخن وغمير مننزل حبات الربيان على دفعات مش مرة واحدة لا يتحمرو هيدول اللي بالطحين شايفين اللي بالطحين ما احلاهون كتير كريسبي وكتير طيبين بيقرش وقرش اهم شي لاتبالغوا بقلي الربيان اتحمرو منشيلون وهيدول اللي بالبقسمات الابيض وهيك كملت قلي كل حبات الربيان لا يشقرو عندي وياخدوا هيدا اللون الحلو بالقلي بحطهم بمصفية على جنب انا بحب الزيت اخر شي دايما زيت السمك او الربيان منقلي الخبز وهلأ هون عم صفتهم بصينية التقديم مع خبز اللي قليته بزيت الربيان كتير طيب انا بحب غمبسهم مع صلصة الترتار هيدول اللي بالطحين شايفين اللي بالطحين كيف طلعوا كمان معنا كريسبي فالطريقة اللي انتو بتحبوا تجهزوها فيها اعتمدوها وقدمت معن صلصة الترتار كتير طيبة مع الربيان جربوها تغميس او مع السمك المقلي او مع صواني اللي الجاج بالفرن كمان طيبين هايدي صلصة الترتار طريقتها سهل وبسيطة فيكنوا تحضروها انتو ببيوتكن ما بتاخد كتير مكونات عنا كوب من المايوناز معلى الطعام من الشبت لشبنت مفرومين نعمين نصف كوب من الخيار المخلل انا طحنتوا مع ميتوا وحطيتوا على المايوناز والشبت بصلي مفرومي نعمة فلفل اسود نصف معلى اصغيرة ثوم مهروس نصف معلى اصغيرة والملح وعصير ربع كوب من الليمون وشوي بقدونة بطحنهم بالمطحنة الشوربة لا تخلوهم يكونوا نعمين متل الشوربة هيك قوامهم عندي كتير منتاز سكبتم بصحنة تقديم وقدمتهم مع الروبيان المقلي الكرسبي تغميس فيهم كتير طيب او بسندوشات الروبيان الكرسبي فيكنوا تحطوا صلصة التارتار وصفي ولا اسهل ولا اطيب علينا وعليكم بالعافية